السلام عليكم يا أبطال مانشستر و نيتل و بارشلونة يستمروا بخطة ثابتة مع إيرك تينهاغ و تشافي هرنديز على التوالي و رابط الليجة بتصفع بارشلونة جافي لحد الآن لا يمكن تسجيله مع الفريق الأول و لوكو مودريش بيحسن قراره بخصوص مسألة النصر أو الاستمرار مع الريال الريال الذي كما خبرتكم ستفت منه صفقة مهمة جدا السلام عليكم يا جديد أحبائي كيف أحوالكم إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير وأهلا وسهلا بكم معنا لسيم و حصاد جديد تقريبا شبه يومي مثل ما تعودنا و ليك قبل ما بلنش بالتفاصيل اشترك و فعل زر إشارات على الكل حتى يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بميزل على هذه القناة و إذا عامل كل هاي الشغلات فلا تنساني باللايك الرهيب اللي بوصل هذا الفيديو الأكبر عدد ممكن من المتابعين حول العالم وفيه توصية مهمة كثير يا جماعة أنا ما عم أصر معكم فلا تأصروا معي هلا ما عم أتأصروا أنا ما عم أتهمكم ما عاز الله يعني ما شاء الله تفاعل جبار بآخر فترة الأمور منتازة إذا منظل هيك بهذه القناة لا رح تكبر بتفاعل أكبر من تفاعل قناة بقى الرياضة سابقا شكرا لكم عم أعطي من كل قلبي حاولوا أعطونا من كل قلبي ما عم أصر نزل كل يوم فيديو و فيديوهين و ثلاثة ببعض الأحيان بدي منكم بس لايكات والتعليقات والشيرات شير 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 يا جماعة وتابع الفيديو للنهاية يعني لا تشوف المقطع اللي بداك يا بس حاول شوف الفيديو كاملا هذا الشيء بفيدني بشكل لا يمكن تتصوروا ما لاح طول عليكم لو بتحبوا تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كل الروابط تلاقوه بصندق الوصف وعلى سيرة الوصف نوصف شو صار مع مانشستر روناتر و برشلونا البريحة بمبارياتهم مانشستر روناتر بكأس الاتحاد الإنجليزي بيصحق نوتنغ هام فوريست بثلاثية كاملة وهذا شيء بمعركة الذهب يعني عمليا مانشستر روناتر صار بالنهاية بنهاية كأس الاتحاد الإنجليزي أقدم بطولة في التاريخ تينهاق جماعة في تطور رهيب وهو معقول لهائيا لمانشستر روناتر بقيادته مثل ما حكيت ورح أرجع وكرر بدأت معالم مانشستر روناتر تظهر معه بشكل جيد جدا وصدقوني مو هذا اليونيتد اللي يطمح له تينهاق تينهاق يطمح ليونيتد مرعب وأقوى وأقوى لما قال أطمح لبناء فريقه هو الأقوى في إنجلترا ثم لنكون الأقوى في أوروبا والعالم وعندي تعليق على هذه الجزئية صدقوني تينهاق عم يشتغل بهذه الأدوات اللي هي مو اختياراته لو تينهاق معه ميزانية مفتوحة مفتوحة هيك كاش مفتوح بمشي نص هذا الفريق وبيجيض نص ثاني وأنا متأكد من كلامي وتذكروا الأيام جاي إيرك تينهاق اللي عجبني في أنه رح لخيار المرونة بالنهاية وأنه أخي أنا بدأت كيف مع الموجودين عندي وهي عقلية الناس اللي بتلعب بأسلوب الكرة الشاملة واللي بتاخد أرياحي وبدأها تبني مشروع بمشي أمورهم مع العناصر الموجودة وبعدين كل ما صح لبديل بطيار الأساسي كل ما صح لبديل بطيار الأساسي حتى يوصل للتشكيلة اللي بدأوا لها تينهاق بستة أشهر بستة أشهر يا قوم بتعرفوا من أين أخذ مانشستر ونيايتد لأين؟ هذا الشيء عم تشوفوا بأعينكم اليوم تينهاق قريب من حصل أول بطولة إلو وصل لنهائي وحالياً حينتظر اللي حينتصر من مبارات الغد الأرسنال متصدر الدور الإنجليزي أو مانشستر سيتي ثاني الدور الإنجليزي النهائي مضمون رح يكون نار وشرار مما كان الطرف الثاني فإما رح نشوف كلاسيكو أو رح نشوف ديربي مانشستر أكثر شغلتين لفظوا نظري بهذه المبارات هو الأعصار راشفورد ماركوس راشفورد متنور بشكل لا يصدق راشفورد صاعق نوردينج هونفورست من الدقيقة السادسة تقريباً ويبدأ بأنه عم يعد اكتشاف نفسه مع هذا الهولندي وعلى سيرة الهولنديين ويكوورست كمان سجل من دقيقة 46 أو 40 تقريباً هادف الأول مع مانشستر ونيايتد وهذا الشيء بشكل عامل كبير جداً وحافظ قوي لهذا الهولندي حتى يبدأ مسيرته بشكل جدي مع الشياطين الحمر أما إذا مطير من إنجلترا إلى إسبانيا منشوف أن بلاو جرانا برشلونة بقيادة تشافي هرنانديز بيتخطى عقبة ريال سوستداد بكأسملك إسبانيا بعد هدف دنبل الوحيد ومباراة كانت درامية وقوية جداً من البداية وحتى النهاية راح تقول لي بس هدف وحيد نعم لكن ريال سوستداد كان ندعني طوال المباراة تقريباً ولو أنه لعب 50 دقيقة بعشر لاعبين أما في برشلونة فأريد أن أتحدث عن دنبل دنبل الخطر الرهيب دنبل اللاعب المجنون دنبل لما يكون بيومه صدقوني من أفضل اللاعبين بالعالم لا أريد أن يبالغوا أقول أفضل اللاعب بالعالم دنبل لما يكون بيومه شيء مرعب يا جماعة شفتوا انطلاقته بهجمة القول والهجمة اللي قبله والهجمة اللي بعده يا قوم صدقوني أنت لازم تبطئ المباراة يعني لازم تشغلها بنص سرعتها حتى تشوف دنبل بهيه بمئة بالمئة وبشوط بهيه بمئة بالمئة القول اللي حطته شو خطر عبالك تشوط بهيه الطريقة صعقوا للحارس أنا فكرته شلخوا شئفتين صدقوني نعم ربا بالدنبل أحيانا بيكون نقطة ضعف لما يكون مانا بيومه وكنا نقول معقول نستنى دنبل حتى يكون بيومه حتى ننبسط بهذا الأداء لكن ملاحظين أنه صار له فترة منيحة بثبات رهيب تعرفوا ليش؟ واضح بأن شافي هيرونديز ليس عاجب ووضع رفينيا وواضح بأنه حاكم مع دنبل وقايل له أنت الأساس عندي بهذه المنظومة والدليل استمرار وعادات التشكيل وهذه الشيء تحسب لك شافي بكل أمانة خطة أقرب للأربعة أربعة أثنين لكن بالنهاية تكون أربعة ثلاثة ثلاثة يكون لدينا دائما بوسكتس وديونج محور مزدوج بيدري وجافي أمامهم وأمامهم يكون لدينا دنبل الذي يفتح الملعب على الجبهة اليمنى ولي فاندوفتكي بالعمق طبعي طيب الجبهة اليسرى لمن تنترك تنترك لبالدي اللي بيتقدم للأمام وبيربط مع واحد من الوسط إما بيدري بيفتح الملعب أو غالبا بيكون جافي جافي كونه عامل بدني قوي جدا بيربط بشكل جيد جدا مع بالدي فللأمانة اكتشاف لستاي اللعب يحسب لتشافي ووصل برشلونة مع تشافي حاليا لأنه عنده رباع الوسط مرعب جدا يا جماعة أقوى دفاع بكل أوروبا الفريق لم تتوقع لستة أهداف لحد الآن هذا الموسم لا تخيل الرقم اللي حكيته أنا ستة أهداف فقط متلقي برشلونة دفاع حديدي أراوخو كوندي كريسان سينبالدي من أين قلت لكم أنا أريد هذا الرباع اللي يلعب أساسي مع بعضه ولم يلعب ويستمر أكتر من ثلاث مباريات مع بعض عم نشوف النتائج بعيننا ويعيني على شتيجن شتيجن حكيت لكم دائما أنه كان مظلوم صدقوني هذا الحارس من أفضل ثلاث حراس على وجه الكوكب لكن حارس منيح إذا قدامه ما في منظومة دفاعية منيحة شو بده يعمل بصد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة طيب وبعدين رح يفوت فيه وقولين وثلاثة وأربعة وتقولوها خرم برلين لكن الحارس الجيد بده منظومة جيدة غير هيك اسمه ضحك على الليحة برابو شتيجن برابو شافي وبما أنه عم نقول برابو بدنا ننتظر من برشلونا أن يحسن يسجد اللاعب غافي بالفريق الأول لأنه لحد الآن الإتحاد الإسباني لكرة القدم صادم برشلونا وخبره بأنه لايمكن تسجيل غافي بالفريق الأول ظن إخوال لابورتا والإدارة الكتارونية بأنه بعد بيع منفيز دي باي وكذلك أعتزال جيرار دبيكي ظنون إخوال لابورتا بأنه بعد ما انتخلص من قسم خاطئ الرواتب رح يحسن يصعد غافي وسجله بالفريق الأول لكن صة به صدم في الإتحاد الإسباني لكرة القدم أنه لا يمكن تسجيله وذلك لأنه برشلونة بيخالف قاعدتين من قواعد للعب المالي النظيف أو القانون بشكل عام ما رح أشرحه النهائية رح أعطيكم الخلاصة بكل بساطة مطلوب حاليا من برشلونة يقدم ضمانات لأنه أنت حاليا بايع جزء من أسهمك موضوع الروافع الاقتصادية اللي يفعلها وبايع جزء من دخلك فأنت بهذه الحالة تعامل معاملة غير كيف يعني غير؟ بكل بساطة لازم تقدم ضمانات بأنك أنت فعلا ما رح تخرق سلم الرواتب اللي محدد إليك من رابط الليقة وأيضا تقدم خطة مالية لمدة موسمين قادمين وهذا الشيء أمتى يتم مع نهاية هذا الموسم إذن غافي رح يستمر مسجل مع الفريق الرديف حتى نهاية الموسم ويستمر بارتداء الرقم 30 طيب هل هذا الشيء بأثر على مشاركته مع برشلونة؟ لا ما في أي إشكال هو لعب مستدعى من الرديف وفيه نشارك بشكل طبيعي لكن كان حابب تشافي أن يصعدوا للفريق الأول بشكل رسمي 100% ولكن يبدو بأن الأمر سيؤجل إلى وقت اللاحق وعلى سيرة المشاكل المالية يوفينتوس ومشكلته مع الـ 15 نقطة واللي درينا فيها وربما حاليا مهدد بـ 15 نقطة تانية ما رح يشرحانا الموضوع لحتى أتأكد منه لكن حاليا إدارة اليوفي بدأت بإعادة ترتيب أوراقة مالية قدر الإمكان وحاليا ويستوم ماكيني يبدو بأنه بطريقه إلى ليدز يونايتد اليوفي يطالب 35 مليون يورو ولدز يونايتد دافع 28 مليون يورو الاتفاق قريب نوعا ما ويبدو بأن ماكيني فعلا أصبح خرج حسابات السيدة العجوز ما عندي تعليق على الموضوع اليوفي لسه عنده بلع كثير وعنده أمور كثيرة يشتغل من هون وحتى يقدم الطعن وتبثل المحكمة بالقرار النهائي وإذن الروم ونوفينتوس إلى لندن والتحديدا عند سبير سوتنهام سوتنهام يبدو بأنه فعلا نجح بخطف هدف ريال مدريد فجأة بطريقة درامية اللاعب اتفق مع السبيرز ويقع معه رسميا مو يمكن رسميا نتم العلان الرسمي عن الصفقة شو صار والله أنا ما بعرف رح تقالي لأنه كان حاسب حساب أنه يلعب مع فرانك لامبارد ولامبارد تمت إقالته والنادي صار للبيع فغير رأيه شوف جزئية لامبارد ماني مقتنع فيها بس لأنه نادي صار للبيع اي ممكن لأنه ما لك مبطرة تلعب لنادي ما لك عرفان شو مستقبله لكن بالنهاية صفقة غريبة بالنسبة لي للسبيرز توتنهام طبعا نوقع إعارة من هون وحتى نهاية الموسم وليس بيع نهاية وبرجع بول ولو كانت إعارة ماني فهمان شو بده باللاعب أنتونيو كونتي بس إذا أبضل مع توتنهام كان في صفقة المفروض تروح لريال مدريد المفروض بحسب رؤيتنا نحن ولكن يبدو بأنه بيريز عنده رأي أخر بيدرو فورو ظهير أيمن سبورت ينجليش بونا والذي نصحنا فيه من 14 سنة لحد الآن وبيريز لازال نايم بالعسل حكيت لكم توتنهام يقربنا اللاعب حكينا بعدين اللاعب اتفق مع توتنهام وبقي الاتفاق مع النادي اللي حصل مبارح أن الناديين اتفقوا يعني مو بس اتفق اللاعب مع النادي لأ والناديين اتفقوا ليش بونا وتوتنهام والأمور انتهت تقريبا ماذا يحدث في هذه اللحظة؟ اللي حيصير أنه اليوم الخميس سيكون فيه آخر اجتماع بين إدارة ليش بونا وإدارة توتنهام كل الأمور المالية منتفق عليها بقي فقط التفكير أو الاتفاق على طريقة الدفع وجد ولد الدفع يعني ليش بونا بده الدفع يتم بأسرع وقت ممكن توتنهام حابب قصة المبلغ طبعا أكثر الاندية مثل ما حقيت سابقا بتقصة المبلغ الاندية الكبيرة والصغيرة مثلا علت للدفعات أو أربع دفعات وما إلى ذلك لترتيب الأوراق المالية قدر الإمكان وغالبا يوصلوا لأنه يندفع المبلغ على مدة موسمين يمكننا أن نقول مبروك للسبيرز بكل أمانة ظهير ممتاز مع ذلك أقول لا أعجب أنني أذهب بورو من شبونا إلى توتنهام لا أحبب له هذه الوجهة نهائيا وإن شاء الله لا يندفع في ملعب السبيرز فقط أضعوا لي أراكم بخانة التعليقات طيب وخلينا نخطم مع الأمير لوكا مودريتش عازف كرة القدم والذي كان وقع مع النصر السعودي مثل ما عرفنا بعقد كان قيمته 300 مليون يورو مثل ما قالت الصحف السعودية وصحف المملكة بشكل عام قبل 24 ساعة حتى تخرج ماركا مبارح وتنفي كل الأنباء وتأكد بأن الأمير لوكا مودريتش حابب يكمل مسيره مع ريال مدريد بل ويعتزل بالقميص الأبيض وأكدت ماركا بأنه كان في عرض لكن الأمير رافض الفكرة من الأساس وحابب يكمل بقميص البلانكو بكل أمانة حلو أنه يكمل لوكا مودريتش مع ريال مدريد ويعتزل بقميص البلانكو هو وكذلك توني كروس لكن أتمنى أنه لا يصير الموضوع حسبانيات يعني أتمنى ما يكون لوكا مودريتش أو حتى أي لعب تاني توني كروس ما يصل لمرحلة ما يكون عام يحسن يلعب ويكون سلب أداءه على الفريق ويستمر على الأرضية الميدان أنه لوكا مودريتش هو نفسه يقدر هي الفكرة بالتنسيق مع المدرب شخصيا كل ثقة عمياء بلوكا مودريتش لما يشوف نفسه مقادر يلعب رح يوقف لوحده بإذن الله تعالى كل التوفيق للأمير هذا كان كل شيء عندي أحباء الكرام أضعوا لي أعراكم بخانة التعليقات أراكم على الخير بإذن الله تعالى اليوم مساءًا بفيديو أسئلة ما دخلوا بفيديو أسئلة مكرا فيديو أسئلة خاصة بإلستا وفيسبوك السلام عليكم